اروح لموضوع تاني وده موضوع اندل على شيء بيدل بقى بجد يعني ايه النادي الاهلي خلال الـ 48 ساعة اللي فاتت حضر وفد من الاتحاد الافريقي وعدد من خبراء الكورة من الاتحاد الدولي خبراء اللعبة من الاتحاد الدولي لقرة القدم فيفا جم اول امس الى مصر حضروا يوم الاتنين امبارح التلات كانوا في زيارة الاستاذ القاهرة الدولي وزاروا بعد الفنادق اللي بيقيم فيها الاهلي او الفرق المنافسة اللي هتحضر مع الاهلي في المباراة الجاية والنهاردة هم زي ما انتوا شايفين ده اجتماع مع المهندس خالد مرتجي عضو او امين صندوق مجلس ادارة النادي الاهلي ودكتور محمد سراج عضو مجلس الادارة والمهندس احمد حسام عوض عضو شركة الكورة في النادي الاهلي وقدمكم الوفد لو هنحاول كده نقول لكم مين الوفد اللي موجود لان الصورة دي لأول مرة بتظهر على الشاشات لان الناس بالتأكيد كتعايزة تعرف ايه موضوع السوبر ليج دور السوبر الافريقي اللي هو الاختصار بتاعه يكون اس ال الناس كتفاكرة ان هو اه تبع الاتحاد الافريقي لا الموضوع مختلف دور السوبر الافريقي هيكون من خلال جهة معينة بتتبع الفيفا والكاف لإقامة وتنظيم المسابقة طيب قدامكم في الحضور لو نرجع للصورة تاني عشان ااكد بس مين اللي موجود والضيوف اللي موجودين لان النهاردة حاضر اتنين مهمين جدا في زيارة خاصة للنادي الاهلي والاتحاد الافريقي والاتحاد الدولي لما اختار ممثل من مصر ما اختارش الا الاهلي بس لأسباب هتيجي حلقات جاية الفترة جاية وهستعرض ليه اختاروا الاهلي بصوا يا جماعة اللي على شمال دكتور محمد دا سراج دا السيد محمد دا سيدات طبعا الصورة هتيجي دلوقتي واحنا مع بعض ونشرح بالزبط مهندس خالد مرتاجي دكتور محمد دا سراج والاستاذ احمد حسام عوض نوقف الصورة هنا اول شخص موجود على طرف المكان دا الايطالي دوتشي تيكاتي احد المنظمين لبطولات الاتحاد الدولي في السنوات الاخيرة ومدير اللجنة المنظمة لكأس امم اسيا في الصين عشرين تلاتة وعشرين قدامنا كمان لوكا بيزاري خبير اعلام واصلنا محتوى رقمي على الجانب الاخر هتلاقوا بقى الاستاذ محمد سيدات الموزنبيكي الاول واحد في الصف هناك بنظارة الاستاذ محمد سيدات دا رئيس لجنة الترخيص الاندية والمسابقات والملاعف في الاتحاد الافريقي احد الاهم الكوادر في الاتحاد الافريقي لقرة القدم ثم باقي الوفد كلاوديو زانيكا ماسيو دي وفد مهم جدا لشركة دوري السوبر الافريقي في تفاصيل كتيرة جدا ولكن في الحلقات اللي جاية هكشف عن مفاجآت ليه اختاروا الاهلي ودور السوبر هيبدأ امتى وهيبقى نظامه ايه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر